انتهاج خدمة الامام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الامام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد طيب نصل إلى الموضوع الذي يهم جملة عريضة من المسلمين الذين ربما يجهلون هذه المعاني وهو حكم تهنئة غير المسلمين بأعياده هل يجوز للمسلمين أن يهنئ النصرانية بهذا العيد؟ كما نسمع اليوم سنة سعيدة أو بوناني أو هابي ييرز هذه الأمور التي يستسهلها كثير من الناس فيظنون أن الأمر من قبيل المجاملات وأنه لا يذهب بشيء من الدين هذا كلام يسير ومع ذلك لو سمعنا كلام العلماء وما نص عليه بخصوص التهنئة لا نتكلم الآن عن حكم المشاركة والاحتفال والإغراق في ذلك كما يفعل المترفون من الجهلة في زماننا الآن بعض الجهلة يشاركون الكفار فيدخلون كرائسهم في أعيادهم ويشهدون صلواتهم في أعيادهم وربما اشتروا تلك الأطعمة وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وربما علقوا تلك الشجار وعلقوا عليها تلك الرموز التي ترمز إلى دم المسيح عليه السلام وترمز إلى تلك الأغلاط والأخطاء التاريخية بأنه ولد تحت شجرة السنوبر ونحن نعلم أنه ولد تحت نخلة كما يأتي إن شاء الله تعالى كل هذا يعني توسع فيه بعض المسلمين بسبب جهالتهم وبسبب يعني ذوبانهم في هذه المجتمعات وانسياقهم وراء زخرفها وبهرجها إذن ما حكم تهنئة المسلمين لغير المسلمين من الكفار واليهود والنصارى بتلك الأعياد الباطلة يقول الإمام بن القيم رحمة الله عليه في أحكام أهل الذمة وأما التهنئة وهذا يعني في الحقيقة كلام يعني عصيب لا بد للمسلم أن يسمعه بقلبه وأن يعيه حتى يعلم خطورة هذه المشاركة التي قد يستهن بها بعض المسلمين يقول أنا أهنئ يعني لي زمين في العمل نصراني لي زمين في العمل يهودي وإذا حلت مناسبة عيده الباطل فإنني أجامله وهذا على سبيل المكافأة فإنه جاملني في عيد الأضحى وفي عيد الفطر طيب هو ليس له ما يمنعه من مجاملتك وأنت لك دين تعتز به وقد منعك من ذلك فلا يجب أن تترك دينك من أجل أن تجامل زميلك لأن الله حرم عليك ذلك إذن قال رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق فحرام بالاتفاق تدرون ما معنى قوله فحرام بالاتفاق أي بالإجماع ولش كأن ابن القيم رحمه الله حينما ينقل الاتفاق فهو ليس كغيره ممن يلقي الكلام على عواهنه هذا من العلماء الذين لهم سعة الطلاع على أقاويل علماء الأمصار فحينما يروي ويحكي الاتفاق على تحريم هذا الأمر فشد عليه بنواجدك وكفيك كليهما لأن الأمر جد إذن قال فحرام بالاتفاق مثل يعني ضرب لذلك مثلا مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم يعني طبعا لهم صوم يعني اليهود يصومون والنصارى يصومون لكن صيامهم ليس كصيامنا صيامنا يعني عبادة وصيامهم باطل لأنه يعني مخالف للشرعة يعني مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك إذا حلت هذه الذكريات المشؤومة فإن بعض المسلمين يقولون عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه يعني من العبارة فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات هذا إن سلم قائله من الكفر فإنه من المحرمات يعني قوله إن سلم قائله من الكفر هذا في الحقيقة إشارة إلى التشديد في هذا الأمر لأن التبريك بهذه المناسبات الباطلة فيه إقرار لهذه العقائد الباطلة يعني رجل يحتفل بميلاد الرب يزعم بأن هذا اليوم الذي يعظمه هو يوم يخلد ذكرى ميلاد الرب ونحن نعلم بأن بأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى تنزه عن النقائص كلها سبحانه وتعالى فإذا أنت هنأت هذا الرجل وهو يحتفل بميلاد الرب ويحتفل بصلب المسيح وأنت تعتقد ديانة إن كنت ممن يعني يوقن بما جاء في كتاب الله عز وجل بأن المسيح لم يصلب ولم يقتل وإنما رفعه الله إليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم بل رفعه الله إليه فالله عز وجل حكى يعني صراحة بأن اليهود ما قتلوا عيسى بن مريم ولكن ألقى الله عز وجل الشبهة على بعض من كان عنده ممن وشى به عليه السلام إذن قال وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله يعني لو أن رجلا سجد لصليب فجاء رجل فهنئه كما يهنئ بعض المسلمين بعضا بإتمام نعمة بعض العبادات مثلا لو أن رجلا قدم من حج أو عمره فجاءه صاحبه أو جاره مهنئا وسأل الله أن يتقبل منه نسكه هذا أمر مشروع لكن لو جاء إلى رجلا يسجد لصليب فهنئه بذلك يعني هذا أعظم إثما عند الله عز وجل وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه تصوروا لو أن رجلا شرب خمرا فجاء آخر فهنئه وقال له هنيئا مريئا وآخر قتل نفسا فهنئه بسبب قتله نفسا ظلما وآخر زنى عياذا بالله ووطئ فرج حراما فهنئه هذا الذي يهنئ المشرك بعيده أعظم إثما عند الله عز وجل من فعل هؤلاء الذين يهنئون من شرب خمرا أو قتل نفسا أو زنى أو فعل شيئا من هذه الكبار أنت تعلم عظيم الجرم في ذلك قال فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه فقد تعرض لمقت الله وسخطه انتهى كلامه والمراد منه من أحكام أهل الذنى في فصل في تهنئة أهل الذنى إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر